بطرد دعم جهود إصلاح التعليم والمشاركة في إنجاح المدرسة الجمهورية جاء إشراف مدير ديوان والي إنشيري على توزيع 900 كتاب مدرسي بالمدرسة رقم ثلاثة مقدم من طرف رابطة الجهوية إلى أباية التلاميذ على مستوى ولايتي إنشيري لا يخفى عليكم سيد العمدى و سيد الحاكم و سيد الرئيس أهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للتعليم وصفه يبعث روح المواطنة في المجتمع وروح التكافل وتجزد تلك العناية باعتماد مبادئ المدرسة الجمهورية التي تقوم على روح المواطنة وعلى التكافل وعلى المشاركة بين أبناء هذا البلد وهم جهود مقام بها من طرف الحكومة من أجل ترقية تطوير التعليم وإحنا مثل من مبادرتكم التي تدخل في هذا الإطار المجهود وراجح أن نتعود حافز للآخرين من أجل تقديم أيضا دعمهم للتعليم وأنه ضب بلدنا إلى الأمام إن شاء الله وعمدة بلدية جوجت أكد أن هذه الكتب ستساهم في استعاب الدروس وإنجاح المدرسة الجمهورية التي من شأنها محول فارق الاجتماعية بين مكونات المجتمع الموريتاني نحن مشترفين اليوم لحضور هذا الحافل وهذا العمل الذي في الحقيقة يحتاجه ثمن ويحتاج في الحقيقة فخرنا عن أباء التلاميذ في جوجة ذهما متابعين برنامج فخامة رئيس الدولة ومتابعينه جدية رئيس رابطة جهوية لأباء التلاميذ على مستوى الولاية قال إن هذه المبادرة تأتي لسد النقص الملاحظ في الكتب المدرسية وضمان استفادة جميع التلاميذ وخاصة أبناء الطبقات الهشة مناسبة المدرسة الجمهورية اللي عدل رئيس الدولة اللي الحمد لله أنا من الستين عدت أنا رئيسها بعد تلاميذ ولا قطر جبرنا قبل التركة إلى عدلنا اجتماع لا يجينا نعودون عدل ونصف به اجتماعنا ومقا أنه راجل يجي ما قطرينه وهذا اللي عدلنا للرئيس للسنة والله من السنوات الماضين ما قطر عدل بالنسبة لا اهتمامه بهذا الشعب الموريتاني بصفة عامة وهذه المساواة اللي عدلوا بكبير وسغير الباس وقراية وكتوب وذاك من المتظرين تستفيد جميع المدرس في مدينة جوجد من هذه المساهمة بمعدل مئة كتاب للمدرسة بمختلف المواد حسب الاحتياجات عبدالله يوليسلم الموريتانية مدينة